بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله انا حاولت اطلع لايف انتم حشتوني جدا والولادت في الحضانة النهاردة قلت اطلع معاكم لايف بس برضو في مشاكل في اليوتيوب معرفش في ايه بالضبط الدنيا المهم انتم عاملين ايه كنوا تمام كان نفسي جدا اخد اسئلة ونترأكت مع بعض على اللايف على اليوتيوب بس ما نفعش من فترة كده عملت استفتاء على اليوتيوب على القناة قلت يا جماعة تحبوا نعمل ايه تحبوا اجيب على قديمه المقال اللي انا هطلع اتكلم عني الموضوع اللي انا هتكلم عني اترجمه واطلع اقوله بصوتي على صور زي حلقات كتير احنا عملناها مع بعض ولا اجيب السورس اللي انا بطلع بنقل عنه في الغالب دكتور اكس الفيديو الاصلي بتاعه وترجم باللغة العربية ولا ارت اوكشن ثالث كتر خيرك ما تتعبش نفسك احنا مش بنشوفك اصلا في الغالب يعني في تصويت على مش بنشوفك اصلا فمرسيلك جدا انا بشكرك اوي طبعا انت قلت الكلمة دي من وراء قلبك لان اكيد انت طالما دخلت وقلقت جدا فدأ اكيد بتشوفني تا تا ده موجود وده موجود ده يعني كله اجرى عند ربنا سبحانه وتعالى بس يعني ده مجهود وده مجهود تمام بس لاحظت مش عايزة اكون مصدر فيه ناس بتبدايك بتملك نفس الاسلوب ونفس الصوت ونفس البلاوي في ناس حلو اللي انت شغال فيه بتنزل الصور بتوضح الفكرة اكتر الصور برضو بتعمل مجهود بتوصل المعلومة اسهل واسرع انا حبه ده وحبه ده ما عنديش مشكلة نزلت شوية اخر فيديوهات كانت الدكتور اكس نزلت الترجمة عليك بقيت ناس بتتكلم الترجمة فين الترجمة فين الترجمة هتلاقي في الفيديو فيه مربب على اليمين على ايدك اليمين اللي هو بتعمل منه ماكسمايز للشاشة تمشي شوية هتلاقي السيتنز تبك منها اللي بعدها على طول فيه هتلاقي سي سي دي فعلها دوس عليها نزلت الترجمة الترجمة دي انا اللي بترجمها يعني انا جبت الفيديو بعمله داونلود وبرجع اكتب الترجم في وورد ووردشيت وبرجع احط الترجمة على الصوت بتاع دكتور اكس مطرح ما بيقول الجملة دي انا بحط الجملة دي مطرح ما بينطق الجملة دي انا بترجمها في العام فده فده شكل من اشكال الايه الراديو هاي في الشكل التاني اللي هو القديم ان انا كنت بقى اوكي ترجمت الحلقة او ترجمت البحث ان مش كله بيبقى من الحلقات انا ممكن اترجم المقفل على وصايت وبطلع اقوله بصوتي والصور بتوضح فيه ناس لقيت لهي الراجل ده حتى بالنص ادعاب تضحك الراجل ده متخلف وغبي جدا احنا مش بهمين مفروض يخط صور ليه الحاجات دي ات هو مش هيخط صور لانه بيتكلم حضرتك هو النبي وبيتكلم ناس اجانب يعني الحاجات دي عندهم عادي يعني موجودين كده زي اللامون والطماطم عندنا تمام فشوفوا انا حبه ده وحبه ده ما عندي مشكلة وان كان حبه ان انا اقوله بصوتي باللغة العربية واجيب صور توضح وان كان ده اكتر جهدا من ان انا امسك الفيديو وحط الترجمة عني وشكرا ده نقطة فتا عايز اتكلم معاك فيها اللقطة التانية نزلت حلقة عن تجويف الانف نوع جيب بالي وده كانت فكرتي في اوائل يعني في اخر 2017 لما قلتلكم ندخل على 2018 وهابي والدنيا حلوة ورحمة الله عليها امي توفت في اخيرها يعني الموضوع حصل له بسطكون شوية ونشغلنا شوية في موضوع الامراض طب نشوف المرض الطريق بتاع القناة في الاول كان ان انا ااخد جزء جزء في الجسم امسكه تشريح نعرف الجزء ده مسؤول عن ايه وحدوده فين وبيوصل ايه بايه في الجسم تمام ف جيت فكرت في الانف قلت طب انا ابدأ انزل اناتومي بتاعها تشريح بتاعها في الفيديو اللي انا ندفل شفتم صحة الانف شفتوها موصلة فين يعني انا برضو من ضمن الناس اللي هو الانف انف ايه شكرا خلاص بس خلاص هي دي الانف وخلاص ما ما فيش اي اي انف داني يعني في الدماغي المفاجئة الانف هي دي الظاهرية ده الانف الخريج اللي جوه الانترنل مساحة متشعبه بشكل غير طبيع بمعنى ده الانف من بره من جوه حد يعرف ان فيه هنا جيوب انفية فوق الحواجب فيه جيوب انفية اسمها جيوب الامامية فيه جيوب انفية هنا وفيه جيوب انفية هنا وفيه جيوب انفية هنا في المنطقة دي ده دلت الف الفيديو يعني الراجل قال احنا مش هنتطرق لكل جيوب الانفية بس يهمنا دول يعني وسكت كان الله بسرع عليه وقال حاجة ان دي بوابة اللي فين بايا معلمين بوابة للمخ بوابة ليه الرئة المريء الرئة وللقمعاء امين؟ طيب وكل جيب انفية بيبقى فيه وراء امبوبة او مصار بيوصل لحتة ما تمام؟ وفي الغالب بيوصل ليه الاظن الوصل عشان كده دايما نلاقي ايه؟ دكتور انف واظن وحنجرة لان الثلاثة فعلا متصلين لبعض قالك بقى ايه؟ لما بيحصل التهاب التهاب في الانف دور برد دور انفنوانزا بيحصل هو ده في الظاهرية ان هو اسمه ايه؟ دور برد دور انفنوانزا انما هو بيبقى في التهاب في الجيوب الانفية الالتهاب ده لو متعلكش ممكن يبقى له عواقب وخيمة يعني ده تقريبا كده يا معلمين الكونكلوجين بتاع الحرب الملخص بتاع الحرب لان بيثنيها حلقات تانية كثيرة اه الشكل اللي انتو شايفينه ده ده مش هنام هي بس ممكن ابعاد الديمانشن بتاعت الفيديو شوية مختلفة انش عارفة انا حاسة ان انا سلم قوي مهم اه الانتهاب لو متعلكش بيبقى فيه في شكل تلك وبيعمل امراض خطيرة بيعمل امراض خطيرة تمام لان احنا زي ما قلنا هي بوابة للنخ بوابة للامعاء بوابة من طبعا الاظن والرقة وكلام ده كله تمام حتى انا ذكرت كم هو يعني انا ترجمك اه مرض في الاخر الحلقة بس فيه برضو حاجات تانية كثيرة في الحلقة الجاية بمشية الله تعالى هنكمل بقى اه اخر نقطة عايز اقولها في الانف بنعمل عدد بتودينا في ستين ده احنا شايفينها نظافة شايفينها اه شياكة لا غلط 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 رمج 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 اه الشعر اللي في المناخير نت في الشعر اللي في المناخير لا 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 الشعر اللي موجود في المناخير ده دي مش مش يعني ربنه سبحانه وتعالى خلقه علشان هدف ماء اكيد 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 فمتجيش حضرتك بتقوم شايلو بس شاكله مش حلو او ايا كان ناتف بقى لأ غلط طبعا لان ده هيدخل بكتيريا والفيروسات والتراب والتلام كتير قوي ده هيبوز الدنيا جوه هيعمل الالتهابات اه الناس اللي عندها حم شباب والشعر هنا هنا فرقة 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 بالقبرة مصيبة قصودة دي الفسفوسة يعني الجلب زي ما بتقال كده نفضها طلاحها برا فيها بلاوي جوه الفسفوسة فيها بلاوي جوه اللي حصل ايه رحت فرقة حالة عملت فيها ايه دخلتها البلاوي السودة اللي جوه الفسفوسة دي دخلتها في مسام بتاعت الجلد هو الجلد رخر بوابة هو الجلد برضو بوابة دخلت جوه المسام دخلت بقى قبل تمين بقى جيب انفي هنا جيب انفي هنا جيوب انفية هنا المنخير الانف عشان كده انا قصدت ان انا انزل الاناتوم بتاعها او التشريح بتاعها عشان تعرفوا يعني ايه حجم الكائن الصغير اوي ده طبعا انا منخيرة كبيرة بس هيا عمتا بالنسبة للانسان طبعا صغيرة بس وراها ضغز كبير اوي ودهاليس جوه كتير اوي دي برضو حلقة من الحلقية الحلقة اللي قبلها كان تشريح المخ 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 فا عجالة برضو فاس ايمن وفاس ايسر وفاس امامي وفاس خالفي ممنطقة بيضة ممنطقة رمضية كان الهدف منو ان انا اقلعت مقال على الموقع كان بيتكلم في ان العلماء اكتشفوا منطقة الرمضية ان اكتشفوا فيها بوتش في المري ان هي البوتش دي مصابة بالتصلب العصر ما فيمتش هم فرحانين ليه صراحة يعني يغسلوا تقريبا بيشجعوا الجهاز الجديد ما فيمتش الهدف من المقال هتفرق معي انا كمتصلبة هتفرق معي البوتش موجودة على المنطقة البيضة والمنطقة الرمضية خلينا مع الكذاب لحد اللي بتدرك المهم فانا حبيت او افضح اصلا هو ايه منطقة الرمضية و ايه منطقة البيضة وايه تكوين المخ عامل ازاي تمام فده كانت اخر حاجة عملتها طبعا التمرينات الاكسرسايزز اللي انا نزلتها مفيدة جدا جدا وبامانت الله انا عملتها ومسة هلنزل حاجات تانية كثير فلا يعني انا حاسة ان اذكر بتاع الشانال بتاعتي الحمد لله متنوع وفي نفس الوقت اون تراك يعني كله بيصب في مصلحة الصحة العامة وصحة الجسم يعني مهمة بالنسبة لي قوي قوي ان احنا نقدر قيمة الكنز اللي احنا موجودين فيه يعني جسمنا ده كنز كل حاجة في جسمنا ده كنز كنز كبير نحافظ عليه ازاي يعني ان هو الواحد لو عنده دهب بيشيله فعال بيت انا شايلة دهب فعال بيت الشكة في الدماء علشان عارفت ان انا لما اجي اخسل الموعين ولا بتنستخدام اليوم كده الدهب الحاجة بتقلم الحاجة بتاعها بيقلم الكتر من الاحتكاك والحاجة مش عارف عندي فلوس شياهة في البنك الدنيا يعني كل واحد انتو كنز بيبقى بيخاف عليه وبيحافظ عليه جسم الكنز جسم الكنز بأمانت الله وعاد الله جسم الكنز عايزين نقدر نقدره الكنز ده علشان نقدر نحافظ عليه يعني احنا بنتعامل مع اجسامنا وصحياتنا في متى الاهمال اللي موجود في الدنيا بس بقى احنا شان نقدر قيمة الكنز اللي احنا فيه ده محتاجين نفهم اصلا فدود الكنز بتاعنا عامل ازاي ايه ثاني محتاجيني الكلم عنه انا كان نفسي اول ان احنا بجد نطلع علي عايز اخد بدي معاكم كده مش عارف اعمل ايه والله ما عارف اعمل ايه كل ما حاجة تتحلى حاجة تانية تتعقد من ضمن الاسئلة اللي برضو تسألتها شعري انا عندي داق تعلبة عندي داق تعلبة عندي داق تعلبة من اكتر من حد دا ترجيك ايه رأيك في المنتج الفلاني اللي بيمنع ان التساقط الشعر انهائيا واللي بيعيد صحة الشعر واللي بيمنع الشيب نهائيا طيب مش عارف اقولها ازاي خلينا نتكلم بهدو التعلبة في فرق ما بين التعلبة كمرض وبين تساقط الشعر يعني ايه تساقط شعر او ايه الاسباب اسباب تساقط الشعر اه حاجة كتير ممكن نقص زنك يعني تساقط شعر ايه دال يعمل تساقط شعر بيتامين بي الصحة العامة من ايه لا بستين نيلة السجاير تعمل تساقط شعر السكر والقمح يعمل تساقط شعر الكبنيدة تعمل تساقط شعر تمام؟ مش يعني انا لو بطلت الكلام دوت واهتمت بصحتي وخدت مثلا ناقصني الدال لو كان ناقص البي كل دوت هتصح اقولك اه هيتصح هايبقى زى الفولك وشعرك من نفسه هيتطلع حلو ده؟ طيب انا عندي داق تعلبة عندي مرض تعلبة اجيب المنتج لا ليه؟ تعلبة مرض مناعي بمعنى جهاز المناعة بتاع ساعتك للأسف الشديد بيتعامل مع بصيلات الشعر بصيلات نفسها على انها جسم غريب وبيهجم مرض بكتيريا فيروس ايا كان انا الهدف بتاعك انا داخل ادمر ده بصيلات الشعر يا حبيبي انت جسم واحد انا هادمره انا شايفه عدو مش حبيب ده اصحاب ده في نفس الجسم يبقى مش ازاي بقى اطلع شعري لا السؤال يكون ايه؟ هو جهاز المناعة بيعمل كده ليه؟ اصلح جهاز المناعة ازاي؟ عشان ما اعملش كده زاني this is the question اجيبه كده واصلحه واخده بالهادف انت ليه بتعمل معي كده؟ طب تعال اصلحك تعال نوعب مع بعض ان اتصافك انت زعلان مني زعلان مني في ايه؟ اثرت معاك في ايه؟ ما بنامش كويس؟ بكونت حقك عليها باشرب بكحول سجار باكل فستفود بشكل للزينة استريس طول الوقت ونرفزة وضغط عصب وبغل وبحسد وبحقد وبتخانق واستفاز من منتهى السهولة فكيف بدي في وجاني؟ طيب، دا أنا كarooool دا أنا بعمله دا اللي إنزع عليك؟ آه حاجة ثانية؟ آه ممكن تكون عوامل وراسية يعني الفكرة برضو يقدر يجظم ايه السبب وإن كنت مش مقتنع بخطار أMs أمراض وراسية في عامل وراسيات د Grace انت انا توصيلت منها لافيش حاجة سمها وراسة تمام؟ لان احنا لو مشينا بقى في موضوع الوراثة ده يبقى احنا نوصل لسيدنا ادم ان هو كان عنده برضو ورد فورز بقى الامة للخليقة كلها مفيش حاجة اسمها وراسة في حاجة اسمها تمحور جيني تعديل في سلوك جين معين ادى لظهور المرض في العيلة دي العيلة دي هي الاسرة دي اللي بعدها لكن مرض وراسي وراسي دي كلمة كبيرة اولا هو طمحه الجيني خلينا طمحه الجيني وليه حل يعني ليه حل اللي خلى الجين ده يتمحور على انه الجين سليم يبقى مصاب لا انا ممكن اصلاحه تاني يعني مش نهاية الكون مش نهاية الكون فاطس خلي في بالك انا فمرض مناعي معنى ان المناعة عندي بتصيب جزء ما في الجسم انا حتى طلعت قبل كده في الحلقة وشلتها ان انا كنت بتكلم فيها بمنتهى القصوى وزعلت لاني كان تمسيني شخصيا مرض مناعي ممكن يصيب الاسنان يسيب اللسة اللسة فهو بيتعرف على الاسنان على انها عادل ارمي مرض مناعي يصيب مصيلات الشعر فتلاقي حالات التعلبة ظاهرة والتعلبة بس مش في الشعر ده الشعر وفي الوش لا اللحية الرموش الحواجب جسم الشعر من الرجالة تعلبة ارمي مش متعرف على مصيلات الشعر المرض زي الام اس المناعة هيدرب في الجهاز الغاصل روماتويد اضرب لمفاصل درماتومايستايتس اضرب لجلد طب هو كان ايه اللحصل تمام؟ طيب حال التعلبة لو انا مثلا نسبتي نفسي خلاص اقدر الله ما شاء فعلا انا عندي تعلبة وشعري وقع الرجالة طبعا تبقى مقساة بالنسبة الواحدة الست شعري وقع خلاص كده مش مشكلة انا راجلة انا هيفرق معي حتى دلوقتي الموضع عادي من الرجالة كتير وشباب كتير ارعى مش حكاية استيل عندك المرض يعني المشكلة مش بس ان انت شعرك وقع لان خلي بالك ده مرض مناعي يعني انت منعتك مش وفقوطة مش بس بيقصر على الشعر برضو هنعمل حلقة للتعلبة مفيش مشكلة ان شاء الله التعلبة على ما اتذكر كانت شعر ودوافر طبعا صعبة وان ما يبقاش فيه حد يبقى حد عنده يعني اكيد الدوافر مهم اكيد فالفكرة كلها احنا ليه امراض المناع الزاتية زغرت واتكلمنا حتى فيها قبل كده كان شك هبيئي وشك تاخذية وشك تمحور جيني ومش مبتنع بحاجة اسمعها امراض جينية او رصية قصدي هي تمحور جيني في جيل ما معين ادى لزهورها في الجيل الراع عشان كده بقول الحلقات دي انا شايفاها في وجهة نظري انا كنز دي ولولادي من بعدي وليكم ولولادكم من بعضكم اتمنى من الله يعني ده 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 مش هارفة اقولها لكم ازاي ربنا سبحانه وتعالى خليقنا الهدف خليقنا الهدف بلاش الدنيا تمشي بنا تضربنا في الخلاط ندخل في تفاصيل تغنينا او تلهينا عن ان احنا نفكر هو ايه الهدف الحقيقي اللي احنا مخلوقين عشانه يعني حد فكر كده خد وقته وبعيدا عن ضغط اليوم والعيال هتاكل ايه ويروفوا المدرسة بالدروس والفلوس والدنيا والصرف والهدوم والصحة طب مين هيروح معايا المستشفى طب مين هيعمل طب 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 حد فكر ايه الهدف اللي احنا نخلوقين علشانه ايه الهدف وهل احنا ماشيين في ده ولا الدنيا تلاهي يعني بيضوي انا حابة ان انا اتكلم معاكم والله انو مش عايز اقفل وكان نفسي فعلا كانت الحلقة دي تطلع عليا ايه ايه سلة الراحم ده هدف ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان ايه الصلاة طبعا والزكا والزكا ايه الزكا ومش الزكا مش بس فلوس الزكا مش بس فلوس وصحة ان انا اقدره ساعة حد لأ انا نزلت كده كده مثلا من المكرباص بره ربنا مكتح علينا بالمكرباص بقيت واحدة سبت انا تعبانة وممكن ان عضلات ايديا متبقاش مساعدين اخد منها شنطة من ضمن الشنطة اللي هي جالاها اه حاجة بسيطة بس احتسبيها عند ربنا او احتسبيها عند ربنا ومصوصا الرجالة انتو بتمشو ولك انتو شايفين هاهاها نصب ده ايه صباح العزل باجا انت لو دخلت في حياتها تتكسرها يا باجا تزكي عن صحياتك تزكي عن مالك يا معاك مالي يكشي بربع جنين تزكي بابتسامك ان انت تتبوص في وش مراتك تقولها كلمة حلوة دي صدقة يعني انو دي صدقة انك تتطب على ابنك الصبحة قبل ما تنزل الشغلة او ابنتك تخضها في حضنك دي صدقة ربنا يدينك عليها اجر ايه تاني العلم عندك معلومة ولو معلومة بس تكون متأكد منها الله يستطيع وشيرتها مع حد عملتها شير بلغة الموافبة الحياة صدقة ذكات علمية ذكات مال ذكات مجنون ذكات يعني فيه فيه حاجات كتيرة جمع بلاش موضوع يلا نفس موضوع ده صعب موضوع مش نرجع لما ارجعنا ايه التعلبة مرض المنتج النهائي ومفيش حاجة اسمها لعلاج الشيب نهائي الشيب ايه انا اسفل والله العظيم انا ما تحب باش يعني انا انساني طويل شوية بس ما بحبش اتكلم بطولة لسان في البرنامج شيب ايه انت اللي شايبة وعيدة شيب ايه هي معروفة لو هاحنا شعرنا بيض الستات بتصبق والرجالة وهيطلع شايب انت كده بتغير حاجة جوا هي دي نموس الكون هو الانسان بيكبر زي ما الخلاية بتاعته بتكبر بتشيخ والخلاية بتموت ها هل انا جسمي وان عندي 34 سنة في نوبمبر الجاي هبقى 34 سنة الخلاية بتاعتي هي الخلاية بتاعتي وانا عندي سنة سنتين عشرة خمسلاشر سنة اكيد لا اكيد لا اكيد في خلاية تانية طلعت والخلاية الاديمة ماتت لطبيعي لسنة الحياة لسنة الحياة نفس الحوار الخلايا في الدماغ فيه أسباب لظهور الشيب المباكر لكن إنتي تبنعي الشيب خالص أنه يحصل واحد عنده ستين سنة سبعين سنة تكلميني على أكله تكلميني على الظروف اللي هو عايش معه تكلميني على الضغط العصبي والنفس بتاع اليوم اضمنيني لكل دول وأنا أقولك ساعتها مفيش شيب لكن واحد ده طالع عين اللي خلفوها في الدنيا وفي الهم ده كل وفي الآخر تقول لها نهائي مفيش شيب لا يبقى أنت هتدخلي هنا كمية يبقى أنت تحت الجلد دخلتي بقى زفت أسفلت طين أطرام أي حاجة من الحاجات البلاوي وفي الصودة دي اللي تخلي معنديه الشيب لا أنا أحب أموت موت تتربلوا لا أنا أحب ألا لا مفيش حاجة اسمها ودعا للشيب النهائي مفيش حاجة اسمها يمنع تسقط الشر مفيش حاجة اسمها كده ليه ليه أعمل في نفسي كده طب ما نأكل كويس وتغذل كويس برضو سؤال القصايبيري القصايبيري هو مش بتاعه شريف محمد نيني هو الشركة لو انتوا ركزتوا في رقم التليفون هتلاقوا رقم التليفون هو هو بتاع اللي بيعلن عن مفاك المعجزة هتلاقوه بيعلن عن الخرطوم السحري ده كله هه بتبقى شركة اسمها ايه هاي اخواني الناس اللي بتشتغل في الهدوم او كده بيقولك أنا جايب بالا منقد عليه بالا يعني إيه كوتينر او بالا بقى هدوم اعطل على بطله هدوم ان اخوه هدوم مرسنة اعنا هدوم فرض سابع والهدوم فرض اول و 아무ину فضاء على بعضها نفس الحاضر اه و برضو تاجت بيجيب المنتجات ديت وبيعرضها عنده في التليفزيون فهو القصايبيري لأ هو القصايبيري منتج عالمي فعلا مش بتاعش ريس محمد نجمي التوت البارلي ده حقيقي التوت البارلي والسيليم والكروم كل حاجات دي بتعمل على التخصيص لكن برضو ماينفعش تتاخذ بالشكل عشوائي ماينفعش لازم يبقى فيه معارفة بالتاريخ المرضي بتاعك يعني انت عندك قلب عندك سكر عندك ضغط حجمك قد ايه عايز تنزل قد ايه في مدة قد ايه يعني الموضوع اللي يحس باب البراء وبالقلم متقاعد مع مختص ليشرح لك الدنيا دي كبا لكن هو منتج مفيش اي حاجة اسمها انا منتج امن كده على طول ان الناف للا لا لا ما اعتقدش ان انا مش نافع ايه مش نافع المكملات الغذائية اه كصور الحديث عن المكملات الغذائية ان المكملات الغذائية دي حاجة كريب ما فيش حاجة اسمها كابسولة فيها كول المالتي فيتامين الغذائية طب ايه الحل برضو الناس قالت ايه لأ نشوف ايه العنصر اللي نقص سواء بطبي فيتامين سواء معدن سواء حمض ايه اللي نقص ونعوضه بجهن يعني انا نقصني مثلا نسبته المجلبين نسبته المجلبين دي طيب فيه تحليل اسمه تحليل مش فاكرة اسمه ان هو الحديد نقيس الحديد في الدم لايب نسبته قليلة فالصي بقا انا هاخد حديد كامل كامل ده زائد وها كذا الكالسيوم الكالسيوم بقا هنعمل فيه الكالسيوم الكالسيوم بالذات برضو ما يتخدش مكامل الغذاء الكالسيوم ممكن ببساطة شديدة في اللبن في الزبادي في منتجات الالبان في الضيط في الخاص في حاجات تاني كتير فيها كالسيوم يعني مثلا انا ما بشربش اللبن ما بحبوش بطعب منه وعندي حساسية لاكتوز او اي مكان لا فيه حاجات تانية تعوض نقص الكالسيوم بالذات بحيس ان انت متخدش او انت متخدش كالسيوم كمكمل الزائد فيه حقم اسمها ديفارول فيتامين دال 20000 20000 للناس اللي بتعاني من نقص فيه بيتامين دال او الناس طبعا المرضى اللي زي حالاتي المرضى المانعها يا على ما عندي يا إيه؟ أنا اخدتها ، بأمانة أمان Developed بدنيا انا الحمد لله رب العالمين أنا ماشي كثير دارات وأنتم الي احنل لن أفضل طيبة أيب أنه فيه الذي حر담 تصحيح الله هو اعلم الله هو اعلم انا عملت تصحيح ولا برضو اف بس خلينا نقول ان انا من 2015 بقول ان انا في فترة اف خلينا نقول ان انا في فترة اف من 2015 من اول في الفيديو بعد ما قلت الس 2015 الحمد لله 2019 بتخلص خلينا نقول ان انا في محلة اف طيب انا بشتكي من اين اه برضو ما قدرش اقول ان انا مشتكي من الحاجات ديت علشان ان انا تعباني ان انا بشتكي من اين ممكن عدم تركيز ما انا عندي عيلين والثنين منصتين وبعدين عدم التركيز في ااي ما انا مركزة باما معهم هم هميني يعني مركزة في تشانل بتاعتي مركزة في البيت ومركزة مع العيان اي حاجة تانية بعد كده مايستدعيش انتباهي لدارة نقول انا ما بركزي انا مش عارف اركز لا انا بركز بس انا شوية ايه ضغطي 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 ست مطرية يعني ام انا ام فشل او على فشل نفسي يعني الحمد لله رجلي الحمد لله ما عنديش مشكلة في جسم خالص مهائي ما عنديش مشكلة في معدتي عصابي تمام ما فيش اي مشكلة خالص مهائي ما فيش اي حاجة خالص دوخة لسه مازالت الدوخة موجودة اه اه الخصصان انتو كلموني قوليني قولوني يعني الدنيا رضيت شوية عن اخر مرة طلعت طلعت فيها لايف ولا لا طبعا الحمد لله انا فطلت فريد اه الدوة بتاع الدكتورة صامر العمريتي ما اخدتوش اه 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 جت الدوة فيه دوة معين مش هقوله اه احمد كان ممانع بشدة ان انا اخد الادوية قاني انت كويسة قلت له ما هي كده كده موجودة يعني هتترمي انت كويسة بلايش بلايش بأمانت ربنا انا اركبت الماء قاني اخديها بس بحضور قلت له انا باخدها زي ما هي كده في كوشيتها يعني مش مشكلة فطعبت جدا وقات لي رعشة في جسمي غير طبيعية وعرق وكنت بموت كنت بموت كان ساعدها هو في الشهر اه فقال لي انا قلت لك بتاخديش واخد الدوة كله وخلص ترمي فانا ما اخدتوش انا ما اخدتش الدوة بتاع الدكتورة صامر العمريتي اللي ما كانش شايف الحلقة انا مع اخر حاجة ان انا ما فوقت ام اسر لا بعد كده قالوا لا انت ما عندكش ام اسر بكتور صامر العمريتي قالت ان انا عندي درماتومايس تايتس والدرماتومايس تايتس قالت ان سببها اتهاب في الجيوب الانفية عشان كده انا حطيت في التشريح واللي تم اهماله يعني الموضوع كان من بدري من سنين ونحنين وتم إهماله والدنيا تتعكد أكتر وا 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 بضيف على كلام دكتورة سمر العمريكي إن مش بس حصل المشكلة في الانتهاب وفلسنا على كده لأ أنا كنت مجملة جدا أنا كنت بجيب الأطرة أتروبين والزفت الثاني بروزولين ليل ونهار بحط في الأطرة أرجوكو بلاش حد يستخدم أطرات أنف بلاش بخخات الأنف بلاش بلاش ما بتريحش بخخات الأنف ما بتريحش تفتحي فورا ويل تفتحي لمدة ست ساعات ترجعتين المسافة بقت دين ثلاثة ساعة نص ساعة بقت معايا في إيد ليل ونهار ليل ونهار وبقت أحط وما بقتش تتأثر خلاص وبقت أعصبية ونربزة وحاجة بلوسة تمام فلوميت بلاش كانت ألف إيه كمان يعني بس كانت كتبالي أدوية أنا ما أخدت هيش أخدت منها بيتامين إي ألف كانت كتبالي على فيدروب أرفع الكبية يعني أرفع الإزازة على نص كبية مية كل أسبوع مرة في الأسبوع يعني كانت كتبالي طبعاً حقاً بيتامين بيت ويلد كانت كتبالي على الدواء المصيبة اللي أنا مش هقوله مش هقوله اسمه لو أنت مرة معينة بيتامين بيتامين وده كان ملخص تقريبا للفترة اللي فاتت اتمنى تكون فيه اي معلومات تلاتوا بيها من الحلقة الرغي تتيل اللي انا برغيك ده وقت انا مش عارفة افدتكم ولا صدعتكم وشكرا جزيلا وان شاء الله مستني طلباتكم ومشيئة اللي هنبني بسيك حتة حتة في الجسم اللي مبصصها ونقول اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الله سلام علي